تحول الصراع في اليمن إلى جحيم على الأرض يقول فيكتور دانيسينكو الكاتب الأوروبي متهما المجتمع الدولي بالتفرج على إبادة المدنيين من أجل مصالحه ولا يبدو أن المجتمع الدولي آبه لهذه التحذيرات المتكررة عن خطورة الوضع في اليمن رغم أنها كانت وما زالت آتية من منظمات دولية ذات سمعة ومكانة وخلال الفترة الأخيرة كثفت تلك المنظمات تقاريرها عن الوضع الإنساني مكررة تحذيراتها من خطورة توسع خارطة المجاعة في الجغرافية اليمنية وفي خطوة لافتة حملت خمس منظمات دولية منها العفو الدولية وهيمون رايتس ووتش مجلس الأمن الدولي المسؤولية الرئيسية عما يحدث في اليمن ودعت المنظمات في رسالة مشتركة المجلس للخروج مما أسمته حالة الشلل تجاه اليمن وأن يتخذ خطوات ملموسة لمنع الجرائم الفضيعة والجماعية بحق المدنيين وبالتزامن مع هذه الرسالة وصل إلى عدن رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاطلاع على الوضع الإنساني كما يزور اليمن وفد حقوقي دولي يضم ممثلي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة يونسيف وبرنامج الأغذية العالمي وسيناقش الوفد وفق مصادر إعلامية سبل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية كان مدير منظمة كيرة الدولية وولف جانج جمان قد زار صنعاء السبت الماضي داعيا إلى إنهاء الوضع المأساوي المعقد مؤكدا أنه عار على الإنسانية ودعا جمان في مؤتمر صحفي المجتمع الدولي لإنهاء المعاناة ومن اللافت أن نتعز وهي المحافظة الأكثر تضررا ليست في خانة اهتمام المنظمات الدولية فهم سيزورونها إن سنحت الفرصة كما يقول مدير منظمة كير متى ستسنح الفرصة؟ لا إجابة تجدها تعز سوى الحصار والحرب والفوضى فهي أضحت كما كتب رئيس وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر صورة مصغرة للحرب في اليمن